يا جماعة هاي نصيحة لكل داعية جديد يلي بده ينشر مقاطع وخجلان من الناس نصيحة رح تسمع نقد كتير من الأقارب ومن يلي حواليك بدك تجاهل اتنين رح تشوف كتير يكسروا جناحاتك ويأسوك بدك تجاهل رح تشوف كتير شيخ يطعنوا فيك ويحذروا منك رح تجاهلون رح تسمع حكي بظهرك كتير عمل حاله شيخ أو صار شيخ هلا بدك تجاهل لأنه الله يدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لو أنت رحت للغناء وللرقص كان شجعوك ومدحوا صوتك ودعموك بس لأنه أنت صرت داعية حتى الشيوخ صار يبلشوا فيك بدك تلاقي كتير اسأل مجرب اسأل أيمن لمحمد ولا تسأل حكيم يا أخي يا داعية لا تنشغل كتير بالدنيا عن العلم بعرف فيه شغل وأهل بعرف فيه فقر بس بده صبر ولا تيأس لا تفكر إنه العلم صعب لا تفكر إنه الخجر رح يفيدك قوي قلبك ولو كبرت وصرت كبير بالعمر صير داعية إلى الله أهم شي لا تلتفت إلى كلام الناس رضا ربك أهم بعد عن البدع والتزم بالدليل من كلام الله وكلام النبي ولا تعتمد بدليلك على القصص والخرافات هذا والله أعلم سلام عليكم